وهذا لا يجوز السكوت عنه بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس ولا يقال الناس حرار خرية الرأي خرية الكلمة كما يدنبا به الآن احترام الرأي الآخر المسألة ليست مسألة آراء المسألة مسألة اتباع نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه إن هذا صراط مستقيما فاتبعوا فأي واحد يأتينا ويليد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض وثانيا ما يكفي أننا نرفض لأن لا بد أن نبين ونحذر منه نحذر الناس منه ولا يسعون السكوت عليه لأن إذا ستكنا عليه اقتر به الناس أسيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة فإن الناس يقترون به ويقولون هذا مؤهل هذا مفكر من المفكرين كما هو الخاص للآن فالمسألة خطيرة جدا وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك يقولون يترك الردود خلوا الناس كل له رأيه واسترامه وحرية الرأي وحرية الكريمة بهذا تهلك الأمة بهذا تهلك الأمة السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء فضحوهم وردوا عليهم بعلمهم بخطرهم على الأمة نحن لا يسعون أن نسكت عن شرهم لأن لا بد من بيان ما أنزل الله وإلا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن فلا يقتصر الأمر على المبتدع بل يتناول الأمر من سكت عنه من سكت عنه يتناوله الذنب والعقاب لأن الواجب البيان والتوضيح للناس وهذه وظيفة الرجود العلمية الرجود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء فلا يروج علينا هذه الفكرة فكرة حرية الرأي حرية الكريمة واحترام الآخر إلى آخره نحن ما قصدنا الآخر قصدنا الحق ما قصدنا نجرح الناس ولم تكلموا في الناس القصد هو بيان الحق وهذه أمانة حملها الله العلماء فلا يجيز السكوت عن أمثال هؤلاء لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على حمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع أنت فيك وفيك هذا ما يستحق الرد لو سكت عنه ما اشتهر أمره لو سكت عنه ما اشتهر أمره إلى غير ذلك من الوساوس فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال لا يخذيهم لكن نقول لابد من أهل العلم ما هو كل واحد يرد أو كل واحد لا يجب ما يتولى الرد إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الخطأ من الصواب يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يردون وما هي الفجج والإجابة عن الشبهات هم كل واحد يرد ربما يرد جاهل أو نصف متعلم فيزيد الأمر شرا فيجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا العلماء بل الراسقون في العلم نعم